سنطوف في الأرجع نقرأ في تعالي من إله قيام غرسنا بذرها بصدورنا ونفسنا وتفرعت أوراقها في حينا وديارنا وثمارها تدنو لتهدي للورا عزا وجاه قيام تشاكل في نواحي الأرض طوقا للنجاة وحوارنا ما بيننا أفكارنا أسرارنا وعزيمة لا تنثني وموارد وسوعد هذه قيمنا قد بدأت نورا يضيء لنا الحياة من هم أباؤنا الذين نفخر بهم ومن هم قدواتنا الذين نقتدي بهم خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمموا فينا ذكرهم يتعالى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام نعم القدوات لنا جميعا زكاهم الله سبحانه وتعالى في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وصف الله سبحانه وتعالى أخلاقهم فقال رحماء بينهم وصف الله سبحانه وتعالى نصرتهم للدين فقال أشداء على الكفار وصف الله سبحانه وتعالى عبادتهم فقال تراهم ركعا سجدا وصف الله لنا نياتهم فقال سبحانه يبتغون فضلا من الله ورضوانا بل وصف لنا صورهم وأشكالهم فقال سيماهم في وجوههم من أثر السجود كيف لا نصفهم كيف لا نمدحهم كيف لا نتحدث عنهم وقد ذكر الله لنا في قرآنه تفاصيل أخبارهم رجل من هؤلاء الرجال وسيد من هؤلاء القادة لما أسلم أشرقت المدينة بإسلامه لما حضر بدر قال كلمات سطرها التاريخ وما نستها الأمة لما حضر يوم الخندق حكم بحكم الله من فوق سبع سماوات ولما مات حضر سبعون ألف ملك تشييع مراسيم جنازته احتز لموته عرش الرحمن عرش الرحمن الذي يسع السماوات والأرض احتز لموت سعد سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يقول ابن القيم منزلة سعد بن معاذ في الأنصار كمنزلة أبي بكر الصديق في المهاجرين ماذا فعلت يا سعد حتى اهتز لموتك عرش الرحمن كان سعد رضي الله تعالى عنه رجلا شهما كان سيد في قومه لا ينفضوا إلا بإذنه ولا ينصرفوا إلا برأيه مع أنه لم يتعدى الثلاثين من عمره لكن آتاه الله سبحانه وتعالى كرما وحسن رأي وجودة قريحة فكانوا يتحاكمون إليه كان سيد بني الأشهل من قبيلة الأوس وهم من أكبر قبائل الأنصار لكن كيف أسلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة لدعوتهم للإسلام ومصعب شاب لبق في الحديث يقنعك بما يستخدم من مهارات الحوار ووسائل الإقناع ما أجمل هذا للأسف البعض قد يقنعك في أن تقع في المعصية أو يقنعك لما يبيع ويشتري معك لكن مصعب بن عمير كانت له هذه اللباقة في الإقناع وجعلها في طاعة الله عز وجل لقي أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه بالمدينة وأسعد ممن أسلم في بيعة العقبة مع رسولنا عليه الصلاة والسلام انطلق للدعوة إلى الله في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم دخل حائط من حيطان بن الأشهل جلس يعلمان بعض الذين أسلموا قريبا وينظر للموقف سعد بن معاذ وهو سيد بن حضير ما جاء بهذا الرجل لماذا دخل حوائطنا سفه أحلامنا غير دين ضعفائنا يا أسيد يا أسيد اذهب إليه فانهاه أن يأتينا مرة أخرى والله لولا أن أسعد بن زرارة ابن خالتي لك فيتك هذا الأمر ذهب أسيد بن حضير بلغهم وإذا به يتناول حربته أشار بها فوق رؤوسهم ثم أخذ يسبهم ويتوعدهم قال أسعد يا مصعب هذا أسيد بن حضير سيد قومه فاصدق الله فيه أي والله ما أجمل كلمات الصدق إذا خرجت من الصادقين نحن اليوم نحتاج إلى كلام يخرج من قلب صادق قال مصعب يا ابن أخي أو تجلس وتسمع فإن رضيت قولنا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره قال صدقت سمع كلام العقل قال صدقت وركز حربته وجلس يستمع وأخذ مصعب رضي الله تعالى عنه يحدثه عن الإسلام حدثه عن الله عن عظمة الله عما يستحقه الله سبحانه وتعالى من إفراده بالعبادة قرأ عليه القرآن يقول أسعد بدأنا ننظر لنور الإيمان في وجهه قبل أن يعلن الإسلام فلما سمع قال الذي يريد أن يدخل في دينكم ماذا يصنع قال مصعب اغتسل وطهر ثوبيك واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قام عجلا ثم نطق بها وقال إن خلفي رجل انتبعكم لم يبقى أحد في بني الأشهل إلا وأسلم وإني سأرسله إليكم أتى أسيد من حضير بوجه غير الوجه الذي ذهب به سبحان الله نظرة النعيم شراقة الإيمان تظهر في الوجه أين كابت الظلمة أين ظلمة المعصية ذهب كل هذا لما أقبل على دين الله عز وجل قال سعد ماذا فعلت يا أسيد قال سمعت كلاما ولعلك تذهب وتسمع وتنظر فيما قالوا فما سمعت إلا خيرا ويذهب سعد المعاذ رضي الله تعالى ويحمل حربته ويأتي وهو يتوعد ويسب ماذا أتى بكم إلى بلادنا لماذا سفهتم أحلامنا وغيرتم دين ضعفائنا والله لو لا القرابة التي بيني وبينك يا أسعد لفعلت وفعلت قال أسعد يا مصعب هذا سيد قومه انتبعك لم يبقى أحد من بني الأشهل إلا وأسلم فاصدق الله فيه قال مصعب يا ابن أخي أو تجلس فأكلمك فإن رضيت قولنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تكره سمع كلام العقل لا نحتاج لكثير محاضرات لم يحتج سعد بن معاذ لثلاث وثلاثين محاضرة حتى يقبل إلى الإسلام ركز حربته وجلس يستمع حدثه مصعب عن الدين عن أخلاق هذا الدين ماذا يدعون إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم حدثه عن الجنة حدثه عن النار قرأ عليه القرآن قال سعد الذين يريدون أن يدخلوا في دينكم ماذا يصنعون قال مصعب اغتسل وطهر ثوبيك واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأعلنها سعد بن معاذ تخذ قراره ودخل في دين الإسلام ثم أتى إلى قومه فقال لهم أي رجل أنا فيكم قالوا أنت سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة قال فإني قد أسلمت وإن رجالكم ونساءكم حرام علي كلامهم حتى تدخلوا في دين محمد يقول الراوي فما بقي بيت في بني الأشهل لا رجل ولا امرأة إلا ودخلوا في هذا الدين هذا سعد بن معاذ صاحب القرارات المصيرية كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فما مو فينا ذكرهم يتعالى اجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم مع جيشه في يوم بدر فنادى عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس فقام الصديق رضي الله تعالى عنه وذكر بالله وفضل الجهاد فأثنى عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم خيرا وإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يكرر للمرة الثانية أشيروا علي أيها الناس فقام الفاروق فذكر بالله ووعد الناس الجنة فأثنى عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم خيرا ثم للمرة الثالثة أشيروا علي أيها الناس قام المقداد بن عمر فقال كلاما عظيما قال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون بل إنا مقاتلون عن يمينك وعن شمالك وأمامك ومن خلفك فأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا وأعاد مرة رابعة أشيروا علي أيها الناس وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يرقب الموقف لماذا للمرة الرابعة وقد قام سادات المهاجرين وقالوا خيرا كأنك تريدنا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم نعم كان محتبيا رضي الله تعالى عنه حل حبوته قام وقال اسمع يا رسول الله لعلك تخشى أن الأنصار ترى أنه ليس عليها حق أن تنصرك إذا خرجت خارج المدينة فإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم يا رسول الله آمنا بك واتبعناك وصدقنا دينك وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا يا رسول الله اضعن حيث شئت واصل حب من شئت واقطع حبال من شئت واخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما أعطيت يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر لما تخلف منا رجل واحد سترى غدا ما تقر به عينك فإنا صدق عند اللقاء صبر في الحرب فسر على بركة الله فقام رسولنا عليه الصلاة والسلام وقال للناس سيروا وأبشروا إن الله وعدني إحدى الطائفتين كأني أرى مصارع القوم هذا سعد بن معاذ وهذه القرارات المصيرية التي كان يقولها رضي الله تعالى عنه وأرضاه قرار ليس نابع من اتفاق مع رسولنا عليه الصلاة والسلام في بيعة بل قرار حب صلينا وراءك بكينا لمواعظك قرأت علينا القرآن خرجتنا من الظلمات إلى النور كيف لا ننصرك يا رسول الله ثم جاءت يوم الخندق وأي شيء كانت غزوة الخندق كانت غزوة مخيفة يقول الله سبحانه وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون تأمل إثنى عشر ألف أتوا أحاطوا بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والمصيبة الثانية أن بني قريضة في أسفل المدينة نقضوا العهد وأصبحوا خنجرا في ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل لهم سعد بن معاذ لأنهم كانوا حلفاءه في الجاهلية فإذا بهم قد استعدوا بالسلاح وقالوا ليس بيننا وبين محمد عقد ولا عهد ثم ماذا؟ ثم ماذا حدث؟ إذا بالمنافقين يشعلون الفتنة في وسط المسلمين إن بيوتنا عورة وينسحب الواحد بعد الواحد ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة وينسحبون من أرض المعركة ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كالذي يغشى عليه من الموت فما الذي حدث؟ لابد من قرار حكيم ماذا ستفعل يا رسول الله؟ رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطي غطفان وكانوا عشرة آلاف ثلث ثمار المدينة غطفان القضية ليس قضية حرب عقدية القضية قضية أموال نعطيهم ثلث ثمار المدينة ويرجعون بعشرة آلاف وتبقى قريش بألفين والمسلمون ألف وواحد يواجه اثنين كما أمر الله سبحانه وتعالى لم يكن ضعفا من رسولنا عليه الصلاة والسلام لكن كانت حكمة يحتاجها الموقف من الذي سيصدق على هذا القرار؟ لابد من موافقة السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة خبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر قال سعد بن معاذ يا رسول الله هو الوحي فلا نتقدم أو نتأخر أو هو شيء تصنعه لأجلنا قال صلى الله عليه وسلم بل شيء أصنعه لأجلكم رأيت العرب رمتكم من قوس واحدة فأردت أن أكسر حدة شوكتهم عليكم فقال سعد بن معاذ صاحب القرارات المصيرية قال يا رسول الله كنا وإياهم في جاهلية ما يطمعون في تمره من تمر المدينة إلا قرى منا وضيافة أو بيعا أبعد أن أعزنا الله بهذا الدين وهدانا للإسلام وأكرمنا بك نعطيهم الدنية لا والله لا نعطيهم إلا السيف انظر تلك المواقف العظيمة لهذا الصحابي كان موقف خوف كان بعض المنافقين لا يستطيع أن يتبول من شدة الخوف لكنه سعد بن معاذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم أبشروا وإذا بالله عز وجل يأتي بالريح وتفرق الأحزاب وينصر الله رسوله وينصر الله المهاجرين والأنصار دين الصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادته الدنيا مدى وفعالا انتهت الخندق وجرح سعد بن معاذ في أكحله كان جرحا بليغا جرحا مميتا سال معه دمه كواه الرسول صلى الله عليه وسلم يقف الدم فما وقف كواه ثانية فما وقف رفع سعد بن معاذ يديه إلى السماء اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريضة ووقف الدم وقف الدم واستجاب الله لسعد نصب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعود سعد عن قرب وحاصر بني قريضة خمسة وعشرين يوما خمسة وعشرين يوما ثم استسلموا بشرط أن يحكم فيهم سعد بن معاذ حليفهم في الجاهلية خرج سعد من خيمته ودخل خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم والأوص يقولون الله الله في حلفائنا الله الله في حلفائنا يا سعد وسعد يقول قد آن الأوان ألا أخاف في الله لو متعلائم دخل سعد الخيمة وهو يقول أعطوني العهد والميثاق يا قوم الأوس أن حكمي هو الحكم النافذ فأعطوه العهد والميثاق وأنتم معاشر اليهود فأعطوه العهد والميثاق وحكمي نافذ على من في الخيمة تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال حكمك نافذ يا سعد ماذا حكم فيهم سعد رضي الله تعالى عنه ماذا حكم فيهم وهم خانوا الرسول عليه الصلاة والسلام في أصعب المواقف بلغت القلوب الحناجر كادت الأمة أن تباد ماذا حكم فيهم قال حكم فيهم يا رسول الله أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وتقسم أموالهم كبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال الله أكبر لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات هذا سعد بن معاذ صاحب القرارات المصيرية أول ما أسلم قال نساؤكم ورجالكم حرام علي كلامهم حتى تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر قال لئن استعرضت بنا البحر لنخوضنه معك ما يتخلف منا رجل واحد يوم الخندق قال نعطيهم الدنية والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف ويوم بني قريضة قال قد آن الأوان ألا يخاف سعد في الله لوم تلائم هذا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنك يا سعد رفع يديه للسماء اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش لرسولك شيئا فأبقني فما أحب إلي من قتال قوم كذبوا رسولك وصدوا عن دينك وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش يقصد أنهم لن يهجموا علينا فاجعلها شهادة في سبيلك فانفجر الدم وما تسعد ما تسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما تسعد واهتز عرش الرحمن الأحاديث متواترة يوم موت سعد اهتز عرش الرحمن قال ابن عمر شوقا لروح سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنك يا سعد أسرع الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفه الصحابة وهو يقول أخشى أن تسبقنا الملائكة إلى سعد استأذن سبعون ألف ملك أن يحضروا ويشيعوا جنازة سعد بن معاذ حملها الصحابة قالوا يا رسول الله ما أخفها قال الملائكة تحملها معكم الملائكة تحملها معكم كل باكي تكذب إلا أم سعد يقول أبو سعيد الخدري أنا الذي حفرت قبرة ما أخرجت شيئا من التراب إلا وخرج منه ريح المسك وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم في اللحد وأخذ يدعو له فجأة تغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ما لك يا رسول الله قال لقد ضم القبر سعد ضمه لو نجى أحد منها لنجى سعد ثم كبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد فرج عن سعد اللهم ارحمنا عند الموت وسكرته وعند القبر وضغطته وعند الحساب وشدته هل مثلهم نجم سماوة لالا ملأوا الحياة مفاخرا بالفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا ومرت الأيام وما نسي رسولنا صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أهديت له حلة من حرير تعجب منه الصحابة أخذوا يتلمسونها يعجبون من لينها فقال النبي عليه الصلاة والسلام تعجبون من هذه والله لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا هذا سعد صاحب القرارات المصيرية صاحب الثبات والقوة والشجاعة من أين كانت تأتي هذه القوة في المواقف الصعبة يقف بهذه القوة والجرأة رضي الله تعالى عنه يقول رضي الله تعالى عنه ودعونا نتعلم منه يقول أنا قوي في ثلاثة أشياء ما صليت صلاة منذ أسلمت وحدثت نفسي فيها حتى أفرغ منها إنها الصلاة الصلاة التي تستمد منها قوتك إنه خشوعك في صلاتك الذي يعينك على اتخاذ القرارات المهمة والثانية يا سعد قال وما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا إلا أيقنت أنه الحق طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم لما وجهاك إليه والثالثة التي كان سعد يستمد منها القوة قال وما شيعت جنازة قط إلا وأنا أحدث نفسي ماذا سأقول لله وماذا سيقول لي حتى أفرغ منها تذكر الموت الموت الذي يكشف لك حقيقة هذه الحياة ويعينك أن تسير عليها بصدق هذا سعد سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أسلم وعمره واحد وثلاثون سنة ومات وعمره سبع وثلاثون سنة ما عاش في الإسلام إلا سبع سنين لكنه لما مات اهتز لموته عرش الرحمن سنطوف في الأرجع نقرأ في تعالي من إله قيام غرسنا بذرها بصدورنا ونفسنا وتفرعت أوراقها بحينا وديارنا وثمارها تدنو لتهدي للورا عزا وجاه قيام تشاكل في نواحي الأرض طوقا للنجا وحوارنا ما بيننا أفكارنا أسرارنا وعزيمة لا تنثني وموارد وسواعد هذه قيمنا قد بدأت نورا يضيع لنا الحياة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة